الحصاد من قناة الفلوج طابت وقاتكم مشاهدين الكرام في حصاد الفلوج يقرأه عليكم عبد الرحمن النجار ومعكم أسماء زرمان والبداية بأبرز العنوي بعد ليلة متوترة قوات الجيش تنتشر في سنجار والأهالي يطالبون بطرد الجماعة الخارجة عن القانون الإطار يستعد لجولة مفاوضات حاسمة مع الطيار ويكشف عن مساع جديدة لتوحيد البيت الشاعي في البرلمان رئاسة الجمهورية لم تحسن بعد اليكت يؤكد متمسكون بالمنصب والبارتيا رد زيباري سيمر بأرياحية في البرلمان العرق يسجل قفزة مقلقة بإصابة كورونا والصحة تحذر من الموجة الرابعة ستكون أخطر وأشد صلاح الدين تغفو على كارثة تعليمية المدارس الطينية والكارفانية تغص بالطلبة والمشاريع الحديدية متلكة أهلا بكم مجددا البداية من شأن الأمني إذ كشف مصدر مطلع عن وجود تعليمات مشددة أصدرتها القيادات الأمنية لردع أي خرق أمني في قضاء سنجار شمالي نينوة نعم وجاء ذلك على خلفية رصد تحركات مريبة لعناصر تابعة إلى منظمة البيكاك الإرهابية بعد أن رفعت القوات الأمنية تمثالا نصب بطريقة غير قانونية في القضاء وبين المصدر أن قوات الأمن عززت وجودها في المنطقة بثلاثة أفواج مدرعة من الجيش العراقي تمركزت في محيط المركز لإسناد القطاعات الموجودة من أجل معالجة أي خرق قد يحدث نحن الآن حاليا في قضاء سنجار في ساحة الشهيد اللواء الطيار ماجد التميمي هذه قضاءات الجيش العراقي منتشرة في داخل قضاء سنجار ويقوم بحفظ الأمن والاستقرار داخل القضاء لا توجد أي قوة على قطعات الجيش العراقي الآن من ساحة الشهيد اللواء ماجد التميمي في الأثناء دعت الحكومة المحلية في نينو الحكومة المركزية والقائد العام للقوات المسلحة إلى فرض سيطرة الدولة بالكامل على قضاء سنجار نعم وأكدت أهمية الحد من التوترات الأمنية التي تتسبب بها جماعات مصلحة خارج عن القانون وأشرت إلى أن استمرار التوتر الأمني سيعرقل مساعي إعادة النازحين إلى القضاء ومنعتهم القوات الأمنية من وضع الصورة وضعوا الصورة وجشالها قائد الفرقة مشكور قائد فرقة عشرين إلا الآن يتحدونه إلا يضعون الصورة في مكانها إن وضعت الصورة في مكانها ويرجعت في مكانها بمعنى لا وجود للجيش ولا للشرطة ولا للحشد وإن ما وضعوها فالوضع في سنجار إن شاء الله بأمل العوائل المشردين حاليا 6800 عائلة من قضاء سنجار حصرا ودومي سنجار 6800 عائلة فأحنا كنا كنا مشردين والأسباب هي البككة استغراب كبير من التهديد الذي قدمه حزب يعتبر مصنف إرهابي يسيطر على سنجار بدعم من بعض القوات السياسية التي تريد أن ترسم واقع معين في هذا الشريط الحدودي وتقول أعطي للجيش العراقي مهلة 8 ساعات للاعتذار وإعادة التمثال الذي كانت قد وضعوا هذا الحزب في قضاء سنجار في منتصف قضاء سنجار وأنا أقول الجيش العراقي الذي أمره مئة وسنة وخاض معارك كبيرة جدا مشرفة حمل عراق وحمل وطن عربي كله ولديه ملاحم كبيرة هذا الحزب الطارئ الإرهابي يهدد الجيش العراقي ووزير الدفاع لحد الآن لم أسمع رد منه ولم أسمع من السيد قائد عام قوات المسلحة رد على هذا الحزب إذا كان هذا الحزب أعطى 8 ساعات للجيش العراقي يجب أن نعطي لهؤلاء 8 دقائق لمغادرة سنجار وإلا يجب أن يسحقون وفي صلاح الدين حيث أعلنت خلية الأعلام الأمن يحبط محاولة لاستهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بثلاث طائرات مسيرة اقتربت فجر اليوم من المحيط الجنوبي للقاعدة الخلية وفي بيان لها أوضحت أن مشاهدة الطائرات كانت بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية وجرت تأكد من أنها طائرات معادية مشيرة إلى أن القوة قامت بفتح النار باتجاه المسيرات التي لاذت بالفرار في غضون ذلك شهدت المناطق الزراعية المحاذية لقاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين الدخول بحالة الاستنفار الأمني القصوى مصادر لفتت إلى أن مفارز أمنية مشتركة انتشرت عقب رصد ثلاث طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القاعدة وذلك لمعرفة موقع انطلاق المسيرات وما إذا كان قد أصيب بعضها خاصة أن اطلاق النار المباشر عليها كان كثيفا جدا هذا وأوضح أمير قاعدة بلد الجوية لواء الركن ضياء محسن تفاصيل إحباط محاولة استهدافها القاعدة بثلاث طائرات مسيرة واكدنا أن الطائرات انطلقت من مكان قريب لذلك تعذر رصدها عبر الرادار وقال محسن أنه في الساعة الخامسة والربع من فجر اليوم رصدت طائرات مسيرة اقتربت من قاعدة بلد الجوية مبينا أنه أصدر أمرا بإطلاق النار عليها عند رؤيتها بالعين المجردة وموضحا أن الجو كان ضبابيا ولم تتمكن هذه الطائرات من استهداف القاعدة في المقابل أدنت وزارة الخارجية العراقية استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد فيما جددت التزام الحكومة بتوفير الأمن وحماية البعثات الدبلوماسية واعتماد جميع السبل الضامنة لتيسير عملها وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وأكدت الوزارة في بيان لها أن أي عمل يعد مزعزع لأمن واستقرار البلاد مرفوض بشكل قاطع لا سيما ما تعرضت له المنطقة الخضراء من استهداف بالصواريخ مبينة أن إجراءات الحكومة بهذا الشأن تتمثل بملاحقة الجنات وإنزال العقاب بحقهم وفق القانون لأن أمن واستقرار العراق ليس خيارا وإنما مصار حتمي يعكس حضور الدولة بمؤسساتها وأمن مجتمعها إقليبيا أدانت وزارة الخارجية التركية الهجمات التي تعرضت لها المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد فيما أبدت قلقها من تلك الهجمات التي باتت تطال مقرات لأحزاب سياسية وبحثات أجنبية ورأت الوزارة في بيان لها أن استكمال إجراءات تشكيل الحكومة في العراق الجار على أساس التوافق يشكل أهمية كبيرة من حيث أو من حيث إرساء السلام والاستقرار موصية جميع الأطراف المعنية بهذه العملية الحساسة بضبط النفس فيما أكدت أن تركيا ستواصل دعمها القوي لتأسيس الأمن والاستقرار الدائمين في العراق للمزيد عن ذلك ينضم إلينا الخبير العسكري السيد محمد صابر مرحبا بك سيد محمد يعني في أي إطار بداية تضع التوتر الأخير الذي نشاهده باستمرار في سنجار طبعا التوتر موجود ليس في سنجار وإنما في العموم العراق وخاصا سنجار أصبح منطقة صراع بين الأحزاب الموجودة في المنطقة وكذلك أصبح سنجار صراع أصبح منطقة لصراع الدولي ويحتاج إلى معالجة جزرية ولكن حكومة عراقية وكذلك الحكومة المحلية الموجودة في المنطقة كانوا ضد الحل هذه المسائل الموجودة المتعلقة في منطقة سنجار بما أنه اتفق حكومة أقليم كردستان نذكر أن اتفاق سنجار كانت مخرجاته مرضية نعم حكومة الاتحادية مفروض من الحكومة الاتحادية مفروض من الحكومة الاتحادية وكان كرة بيتها بساحتها وكانت تحت سيطرتها عليها الحسم هذا الموقف وحسم هذه المشكلة لما اتفق مع حكومة أقليم كردستان باتفاق استراتيجي لحل مشكلة السنجار ولعادة الحكومة الحكومة الشرعية والحكومة المحلية الشرعية لمدينة سنجار وكذلك العودة النازحين من أهالي سنجار المشردين بحوالي أكثر من ستة آلاف وسبعة آلاف سنجار مشرد في الخارج مدينة سنجار لا يرجعون بسبب هذه الأوضاع الشاذة والمشاكل الموجودة في داخل مدينة السنجار لأن السنجار حاليا كان يحكمها بعض الميليشيات وكذلك بعض المسلحين الغرباء وكانوا أسا غير المرخصين وغير المجازين وليسوا من أهالي المنطقة وكان أوامرهم كله من الخارجية من خارج العراق وعليه الحكومة العراقية وكذلك حكومة أقليم كرسان إسراع في الحل وكذلك تنفيذ الاتفاق الاستراجيدي التي تم فيما بينهم وبعكسه سيبقى سنجار ومناطق الأخرى حول السنجار في هذه التوتر وفي هذه المشاكل ويبقى المنطقة كان خاليا من القانون وكذلك من حكم وصلت الدون أستاذ محمد نعم طبعا أنا برأي التطبيق والتطبيع لمنطقة سنجار وكان أنا برأي الحل البسيط وكان بقرار البسيط من مجلس الوزراء أو من الحكومة العراقية بتطبيع المنطقة وطرت كافة القوات الغير الشرعية في المنطقة ويعادت وعودت الحكومة المحلية الشرعية وكان بإسناد القوة العسكرية جيدة لمدة ولفترة بعد أن يستقر ويستقيم ويعادت جميع النازحين المتشردين في المنطقة إلى مناطقهم والتعين القوة المحلية من الشرطة وكذلك ما يسمون الحشد الوطني أو حشد من أهالي المنطقة لحماية مناطقهم ولكن تحت أمرد وسيادة القانون وليس تكون بأمرد وسيادة الميليشيات أو الجماعات الخارجة عن القانون أستغل أيضا وجودك معنا أستاذ محمد وأسألك عن محاولة استهداف قاعدة بلد العسكرية في صلاح الدين أسألك وأقول هل المستهدف الجهات المستهدفة لبلد هي نفسها الجهات التي تستهدف السفارة الأمريكية مؤخرا أو منطقة الخضراء في بغداد مؤخرا طبعا هو نفس الاستهداف نفس الاستهداف ونفس القروبات ونفس الجماعات ونفس الهدف وهو هدفهم زعزعد وأمن الاستقرار العراق وكذلك تكون استهدافهم استهانة لسيادة العراق وكذلك لأمنه واستقراره وعليه العراق شعبا وحكومة أن يتعاونوا لحل هذه المشاكل وكذلك لمنع هؤلاء والسد جميع الطرق عليهم أن يخطو خطوات لعدم استقرار والأمن واحدة من هذه الحلول هؤلاء اللي قاموا لا سمحت لي حدة التصريحات الحكومية الأشيرة إذا تلاحظ حدة التصريحات الحكومية من بغداد في هذه الأيام بشأن مطلقي المسيرات المطلقية الكاتيوشات في أن واحد تعتقد هذه سوف يأتي بعدها أفعال جدية هذه المرة سنشهد أفعال حقيقية نعم نعم أنا أعرف أنا أشوف تصريحات الحكومية وكذلك إجراءات حكومة العراق وكان إجراءات خجولة وغير مطبقة مجرد تصريحات وإعلام فقط وكان حكومة العراق لديه الاستغبارات ولديه المخابرات وكذلك استطلاع جوي ويعرف من يقوم بها من هم هؤلاء ومن يقوم بهذه العمليات ولكن لا يستطيع أن يقوم بأي شيء ولهذا نجد أن هؤلاء أنهم يستمرون بأعمالهم سوف نجدهم يتطورون يوما بعد يوم قبل أسابيع ولتعتقد أن هذه الأزمة الأمنية سوف ترحل حتى إلى الحكومة الجديدة؟ نعم هذه الأزمة تبقى لأنه بما أن العراق يحكمها الأحزاب وكذلك الغروبات والميليشيات وهؤلاء الأحزاب كانوا غير مسجمين وأكثريتهم مواليين لدول الأقليمية وتعليماء وولاؤهم للوطن قليل وكان أكثر ولاؤهم للدول الأقليمية والأجنبية ولهذا نجد أن حتى تشكيل حكومة جديدة أنا أشوف وكما وجدنا بأنه غير أنا ما متفائل ليس توجد فيه تفاؤل لشعب العراق لأن ما وجدنا كل ذلك يقال لإجبار قوات الملكية على الانسحاب كلية من العراق لا بصفة مستشارين ولا بصفة مدربين الكل يجب أن ينسحب هكذا الرسائل تطلق تعتقد سوف يعني تؤتي ثمارها سينسحب الأمريكان بسبب هذه الضربات أم لا يعنيهم ذلك أنا 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 بالرأيي هذا لا يعطي ثمار ولا يعطي أي وهذا المبرر لوجود القوات الأجنبية أو قوات أمريكية أو قوات مستشارين أمريكين ويستهدفون بهذه الأشكال وهذا يعطي مبرر لبقاء القوات الأجنبية أو قوات أمريكية يثبت أكثر في العراق لأن العراق أصبح موقع استراتيجي مهم بنسبة لأمريكا وأمريكا يريد حكومة مستقرة حكومة وطنية حكومة يكون مواليا له لا يترك العراق ويبقى بيت هؤلاء ولهذا كيفما يزداد وعدد طلعاتهم وعدد ضرباتهم وعدد سوف يبقى ويصر الأمريكا وكذلك التحالف الدولي في العراق لأن العراق لا يتركه لأنه عراق موقع استراتيجي بالنسبة ليس لأمريكا وإنما للمنطقة كله خصوصا لأمريكا لأنه وجود أمريكي ترك أمريكا لعراق بهذه الحالة سوف يهدد جميع حلفائها في المنطقة لأن عراق سيما وأن أمريكا تناقش بأنه بقاها في العراق هو جزء من سياستها لحماية أمنها القوم كما تقول الخبير العسكري الأستاذ محمد الصابر كنت معنا بشكرا جزيلا لك الأخبار مستمرة نبقى دائما في شأن الأمني إلى كردستان الآن حيث استنكر الحزب الديمقراطي الكردستاني حدثة استعداف مقره في بغداد وأكد محاولة اغتيال أحد أعضائه في العاصمة لما أكد مضيه في مفاوضات تشكيل الحكومة تفاصيل أو فنتابعه في سيق هذا التقريب في أقل من أسبوع حدثان أمنيان لافتان الأول محاولة اغتيال فاشلة استهدفت القيادة في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهد الفيل في بغداد والآخر يتمثل بمهاجمة مقر البارت في العاصمة بقنبلة يدوية وهو تطور اعتبرت قيادات سياسية كردية سابقة خطيرة يتنافى مع المبادئ الأساسية للديمقراطية والتعايش السلمي نحن نستنكر مثل هذه الأفعال ونطالب الحكومة بالقبض عليهم وأيضا نعلن أنها لن تؤثر على موقفنا تجاه تشكيل الحكومة تجاه المصالح العليا للشعب العراقي وبالتالي نحن ماضون بتشكيل حكومة الأغلبية إذا لم يتم الاتفاق بين أو التوافق بين الإطار والتيار ولم تستبعد الأوساط الشعبية والرسمية في الإقليم أن تكون ثمة أبعاد سياسية خلف محاولة استهداف الكرد وطالبوا الحكومة المركزية والمؤسسات الأمنية بموقف حازم لمحاسبة الجناة وحماية مقرات الأحزاب استهداف كمقرات أو كمحاوة اغتيال للعضو الدموقراطي الكردستاني هذه أثر على العملية السياسية وبالتشكيل الحكومة الجديدة والبرلمانية فنحن كمراقبين نشاهد هذه الصراع ليس صالح المواطنين سواء في الأقليم وفي العموم العراقيين ويحذر مختصون في الشأن الأمن من اتساع ظاهرة الاستهداف السياسي لا سيامة مع قرب حسب ملف رئاسة الجمهورية والتهيئة لتشكيل حكومة ترعى مصالح الشعب ممارسات غير شرعية عدى الحزب الدموقراطي الكردستاني على خلفية محاولة الاغتيال واستهداف مقره في بغداد ووسط مطالبات بحماية المقرات الحزبية والكشف عن هوية المنفذين مناربي البشيرة الحسن قناة الفلوجة منحن تشكيل الحكومة يرسم مخططا تصاعديا بعد دخول قرار المحكمة الاتحادية الولائية على خط الأزمة التي أنتجت تخوفا من حسم منصب رئيس الجمهورية ضمن المدد الدستورية المحددة مزيد من تفاصيل في سياق هذا التقرير مؤشرات أزمة تشكيل الحكومة العراقية تتصاعد بين الأطراف التي لم تحسم مرشحها إذ يسود التوجس بشأن إمكانية حسم منصبي رئيس الجمهورية والوزراء خلال المدد الدستورية وما زاد التوجس إصدار المحكمة الاتحادية قرارا ولائيا شل عمل رئاسة البرلمان مؤقتا وعلى الرغم من أن القرار الولائي لا يتعارض قانونيا مع مساعي اختيار رئيس الجمهورية فإن دخل القضاء على خط الأزمة وما ترتب على ذلك من جدل قانوني ستكون له تداعيات على حوارات القوى الكردية نحو إكمال اختيار الرئيس بحسب مراقبين أشاروا إلى أن عملية التفاوض بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي ما زالت تراوح مكانها هذا ما يعكس إصرار الاثنين على مرشحين مختلفين لمنصب رئيس الجمهورية فالاتحاد لا يزال مصرا على برهم صالح والديمقراطي ما زال متمسكا بهوشيار زيباري فيما يترأس المشهد تكتم قادة وعضاء الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بشأن آخر ما وصلت إليه النقاشات بعد تشتت الآراء لحسم مرشح منصب رئيس الجمهورية بينما يغلق مجلس النوابي باب الترشيحات بعد اعتماد البريد الإلكتروني بدل المكالمات الهاتفية للترشح وتجاوز أعداد المرشحين عتبت أربعة وأربعين مرشحا بحسب رئاسة البرلمان وللمزيد ينضم معنا الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني السيد غياث سورتشي مرحبا بحضرتك السيد غياث بداية هل حدثتنا عن طبيعة الحوارات الحالية بين اليكتي والبارتي بشأن منصب رئيس الجمهورية إلى أين توصلت؟ بداية تحياتي لكم والشاهدكم الكرام وشكرا على هذه الاستضافة طبعا بعد انهاء الجلسة الأولى للبرلمان طبعا قبل الجلسة كان لدينا لجنة أو وفد مشترك كان تتفاهم وتتباحث وتتناقش مع الكتة السياسية الأخرى لكن بعد انهاء الجلسة كما تعلمون أصبح وفدين أو أصبح لجنتين متفرقتين أو أصبح انقسام فيما بيننا ولحت ذاك الوقت يعني بعد جلسة البرلمان لحت هذه اللحظة لم يكن أي تواصل أو أي تباحث أو أي مثلا إجراء أي اجتماع فيما بيننا لكن أنا متفاعل إن شاء الله أيام القادمة سوف يتم ناقشات أو يتم تقارب أو يتم التباحث بيننا لحل حالة المشاكل وحسم موضوع رئاسة الجمهورية فيما بيننا ربما لم تتباحثوا حول تقديمكم لإسم معين وهو السيد برهم صالح مرشحكم الوحيد لرئاسة الجمهورية لكنكم بحثتموه كيكتي هل توجد أسماء أخرى غير السيد صالح أم اليكتي متمسك بصالح فقط حاليا على الأقل أنه ليس لدينا أي مرشح لرئاسة الجمهورية فقط مرشح هنا هو السيد الدكتور برهم أحمد صالح نعم هنا وهناك مثلا المزيد من المواطنين العرب والإقراط رشحوا نفسهم وقدموا طلب مثلا لترشيحهم لرئاسة الجمهورية لكن ليس مرشحين لإتحاد وطني كولستاني وليس مثلا بإذن أو بموافق الإتحاد وطني كولستاني وسوف أكرر للجميع مرشح هنا الوحيد لحت هذه اللحظة فلم أعرف غدا أو بعد غدا أو أسبوع القادم سوف يتم تغيير أم لا لكن لحت هذه اللحظة نعم مرشح هنا هو السيد دكتور برهم أحمد صالح بالمقابل يتحدث الديمقراط الكردستاني عن السيد هو الشيرزيباري ويقول إنه سيمر بأريحية في البرلمان هكذا يتحدث البارتي هل هذا يعني أن المنصب ذهب إلى غيره يراجع إلى الديمقراط الكردستاني؟ طبعا وفقة التحالف الذي مثلا أو اتلاف الذي شاهدناه في أول جلسة البرلمان من أخوة من التحالفين من المكون السني وكذلك التيار الصدري وحزب الديمقراطي الكردستاني إذا متمسكين مثل ما مثلا جرت في أول جلسة البرلمان لترشيح رئيس البرلمان ونائبيه نعم سوف يغلب على مرشح هنا لأنكم ستذهبون إلى الإطار التنسيقي إذا ما تمسك الجميع بهوشيار زيباري فإنكم ستذهبون إلى الإطار لا 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 سوف نذهب لجميع الكتلة السياسية طبعا أجيب لكم مثال يعني في 2018 كانت حزب الديمقراطي الكردستاني تحالفت مع جميع رؤساء الأحزاب السياسية والتحالفات لكن الأخوة في البرلمان أو عضاء البرلمان لم يلتزموا بقرارات رؤسائهم أو مثلا مسؤوليهم كما شاهدنا السيد دكتور برهام نال على أغلبية الأصوات وفاز على مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس بغريبي أنه سوف نحصل على أصوات لدكتور برهام من جميع الكتلة السياسية حتى بين الأخوة في التيار الصدري وبين المكون التحالفين من المكون السني لكن في كل الأحوال أنا حسب توقعي هذا توقعي حزب الديمقراطي الكردستاني رشح السيد الشاري الزيباري حتى نحن مثلا يعني يفرض علينا أن يغير مرشحنا بينما الحزب الديمقراطي الكردستاني لو سمحت لي سيد سورشي يقول نحن رشحنا نعم تفضل نعم حزب الديمقراطي الكردستاني احنا اتفقنا بأنه ليس لديهم مشكلة يعني بخصوص هذا المقعد يكون لإتحاد وطني كردستاني لكن هما لديهم ملاحظات أو ملاحظة أو حضر أو فيتو على السيد دكتور برام أحمد صالح حتى يعني رسميا بلغوا اتحاد وطني كردستاني أن يرشحون شخصين وبعد ذلك نتفق على هذه الشخصين للرئاسة الجمهورية طبعا الشخصين من اتحاد وطني كردستاني لكن يعني بدون دكتور برام أحمد صالح فأنا أتوقع يعني وأنا متفائل سوف أيام القادمة سيصبح التكثيف أو التكاثف أو مثلا بإجراء المناقشات والحوارات فيما بيننا لأن هناك ضغوطات من الشارع الشارع الكردي وكذلك حتى من أحزاب السياسية الكردية الأخرى بحسم هذا الموضوع فيما بيننا وحالة المشاكل والخلافات لأن كلنا نعرف طبعا والجميع تعرف ليس لصالحنا هاي الشرق وهاي القسامات في البيت الكردي نعم الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني سيد غياث السورشي كنت معنا شكرا لك الأخبار مستمرة سياسيا كشف الإطار التنسيقي عن اجتماعات جديدة ستعقد بينه وبين التيار الصدري لبحث آلية تشكيل الحكومة القادمة وقال الإطار إنه لغاية يوم أمس كانت هناك اتفاقات وأبواب مفتوحة بين الإطار والتيار الصدري مشيرا إلى وجود جدية من الطرفين على حل حالة جميع المشكلات العالقة والمضي بتشكيل الحكومة في وقت شدد فيه على أن هذه التفاهمات قد تؤدي إلى انفراج سياسي يعاول فريق الإطار التنسيقي السياسي خلال الفترة المقبلة على التفاهمات الحاسمة لإقناع التيار الصدري بالدخول إلى البرلمان بكتلة واحدة تمثل 180 نائما التفاصيل في هذا التقرير تستعد القوى السياسية خلال الفترة القليلة المقبلة للشروع بجولة حاسمة لرسم ملامح الحكومة المقبلة وفق منهج الأغلبية الوطنية الذي طرحته الكتلة الصدرية في التوازي مع ذلك تترقب الكتل السياسية البتة بقرار المحكمة الاتحادية الذي علق عمل هيئة رئاسة البرلمان لتستأنف بعد ذلك الرئاسة خطوات اختيار رئيس الجمهورية الإطار التنسيقي الذي يضم أغلب الكتل السياسية التي اعترضت على نتائج الانتخابات كشف عن وجود محاولات لإقناع الكتلة الصدرية لتمثيل المكون الأكبر في البرلمان ب180 مقعدا بدلا من دخول البرلمان تحت يافطة عنوانين مختلفين في الأثناء كشفت مصادر مطلعة عن اجتماعات جديدة ستعقد بين الجانبين خلال اليومين المقبلين من شأنها أن تذيب بعض الجليد الفاصل بينهما هذا ويعتقد مراقبون أن التفاهم الثلاثي الذي جمع الكتلة الصدرية والعزم وتقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني يمثل انتقالة غير مسبوقة في تاريخ خارطة التفاهمات بعد 2003 من شأنه أن يؤسس معارضة وموالاة حقيقية بعد توحد البيت السني السياسي في تحالف العزم وتقدم برئاسة الشيخ خميس الخنجر استبشر أهالي المناطق المحررة خيرا بهذا التلاحم واعتبروه خطوة جبارة في طريق إعادة إعمار المناطق المحررة واستحصال حقوقها تفاصيل أكثر نتابعها في هذا التقرير بالدبكة والهلاهل هكذا عبر العنباريون عن فرحتهم بعد أن توحد البيت السني بتحالف واحد يمثل المحافظات المحررة وملبيا لتطلعاتهم المعلقة على تحالف العزم وتقدم إذ يثمن العنباريون الجهود الساعية للمضي قدما في تحقيق تطلعات من أعطاهم الثقة عبر صناتيق الاقتراء نقدم شكر جزيل لتحالف الذي كان على قدر المسؤولية برئاسة الأخ العزيز الشيخ خميس الخنجر الذي قدم هذه المحافظة بالتأكيد برفقة ومباركة من قبل سيد الرئيس مجلس النواب والسيد محافظة الأنبار والسادة النواب وأعطوا رسالة كبيرة أن محافظة الأنبار إذا ما توحدت ترسل رسالة لكل محافظات العراق وإنها محافظة القيادة محافظة التقدم محافظة العزم المعتقلون الأبرياء والمغيبون إضافة إلى عودة النازحين هذا ما أكد عليه الحاضرون هنا قولوا لش ما تصعب سهلة والله لوحككم من أجله ترجعون المظلوم الأهل وبيكم يبدو الوطن بعيده تقارب يؤكد مرة أخرى على وحدة الصف بين المكون الذي يمثل المحافظات المحررة لتغيير واقع تلك المحافظات المنكوبة يريد النهوض من واقع إلى واقع أفضل لما نحن فيه إلى ما هو قادم إن شاء الله يكون أفضل المسالة موجهة للجميع لأخوة أعضاء البرلمان لكي ينهضوا معنا بهذا الواقع نحن مستقبلاً أفضل للعراق العظيم ولشعبنا العراقي الباسم لذلك الشرطة في قلوبنا الجيش في قلوبنا وكذلك البرلمان ندعو لهم أن يكونوا يداً واحداً مع الشعب لكي ينهضوا بالواقع إلى أفضل وأفضل إن شاء الله حق الله يريد الحلوب حق الله يريد الحلوب ويؤكد الأهالي أهمية تحقيق نهضة عمرانية حقيقية تعيد للمناطق المحررة بريقها الذي فقدته بسبب تراكمات الحروب لقناة الفلوجة الفضائية أحمد ناجي وبالعودة للمساعي الجديدة لتوحيد البيت الشعي في البلمان ينضم إلينا القيادي في الإطار التنسيقي عباس المالكي أهلاً بك السيد في اليومين المقبلين سنشهد اجتماعاً بين الإطار والطير ما هي تفاصيل المتوفرة لديك سيد المالكي عن هذا الاجتماع وما هي المحاور التي سيتضمنها الحوار ومن سيقوده من الطرفين هل من مستجدات فيما تعلق بهذا الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهدين ولكبادة القناة الكرمة بالتأكيد العلاقة مع التيار الصدري لم تنقطع حتى في أحلك الظروف وأصعب الاطافات التي مرت بها هناك كانت دائماً مساعي لتوحيد الجهود وتوحيد الكلمة والدخول إلى البرلمان تحت يافطة واحدة وبالتالي اللقاء المرتقب في اليومين المقبلين بين اللجنتين من تمثل الإطار والتيار يعني هي مسعى آخر يضاف إلى مساعي سابقة أما ما يتعلق بالملفات أو المحاور التي يجب أو ينتظر أن تبحث من خلال هذا اللقاء من خلال اللجنتين فالمحور المهم الأساسي هو توحيد الإطار والتيار في يافطة واحدة أو تحت عنوان واحد لتمثيل المكون الشيعي أسوة بإخواننا الآخرين في المناطق الغربية من السنة والشمالية الأكراد الذين يسعونهم أيضاً إلى توحيد كلمتهم وجهودهم من أجل تمثيل مواطنيهم والمطالبة بما يعتقدون أنها حقوق مشروعة للمواطنين في تلك المناطق وبالتالي نحن أيضاً في الإطار التنسيقي نسعى بهذا الاتجاه ونبعث الرسائل الإيجابية إلى التيار الصدري ونقول له أن المكون الشيعي هو بانتظار وحدة صف ممتلي لتمثيله تمثيلاً يليق بحجم معاناة هذا المكون والإهمال الذي تعرض له وما تعانيه مدنه من نقص كبير وحاد في الخدمات وما يعانيه شبابه من بطالة شبه دائم على مدى سنوات طويلة وبالتالي الرسالة أو الرسالة التي يبعث بها الإطار في هذا اللقاء هي هذه ونأمل من الأخوة في التيار الصدري أن يستجيبوا لهذا المسعى الشريف والنزل طيب صيد الملكي ربما في تقديرك ما هي نسبة نجاح هذا الاجتماع وإمكانية توحيد البيت الشعي والله الإمكانية يعني ما نأمله وإلا نحن لا نرجم بالغيب ونعتقد أن الشعور بالمسؤولية إذا كان متبادل لدى الأخوان في التيار والإطار وهو إن شاء الله نأمل أن يكون موجوداً فكل مشكلة ولها حلول ولا توجد هناك في السياسة عقبات كبيرة هناك دول تتصارع لسنوات طويلة وتحدث بينها دماء وخراب وتبادل صواريق وإطلاق نار ويتعرض اقتصادها إلى الميار ومع ذلك تجلس على طاولة مطاوضات طيب ما هي خياراتكم إذن إذا مضى السيد الصدر والكرد والسنة بتشكيل الحكومة ووفقاً للأغلبية الوطنية الخيارات التي بيد والأوراق التي بيد حضرتكم نقول الجبلة التي ردت أن أقولها الدول التي تتقاتل وتتصارع تلتأم فنحن لما تصارع مع التيار الصدري يجمعنا الوطن وتجمعنا العقيدة ويجمعنا أشياء كثيرة وبالتالي يجب أن نلتقي أما خياراتنا نحن ننتظر قرار المحكمة الاتحادية قرار المحكمة الاتحادية نأمله أيضاً أن يكون قانونياً وليس سياسياً نتمنى من المحكمة الاتحادية أن تنظر بعين القانون إلى الجلسة الأولى لا بعين السياسة لأنها بكل تأكيد الراعي والحامل للقانون والعملية السياسية فيها وهل يمكن طيب في حال انتظار قرار المحكمة هل يمكن أن ينخرط الإطار في سياق المعارضة البرلمانية التي لم تعهدها البرلمانات السابقة وكيف سيكون شكل هذه المعارضة؟ والله نحن لا نعترض على أن جزء من الكتل السياسية يجب أن تكون في المعارضة هذا ليس اعتراضاً ما نبديه الآن هو أن العملية السياسية سارت باتجاهات عصيبة وكأنه هناك إزاحة لجزء أو مكون أو شريحة من المكون السياسي وبالتالي ما نأمله عفواً تسمعني نعم أنت على المباشر ونستمع إليك سيد المالكي تفضل نعم يعني المعارضة نحن بالنسبة لنا في دولة القانون نحن مارسنا المعارضة في الحكومة الأخيرة يعني حكومة السيد الكاظم لم نشارك بها وكانت معارضتنا حسب ما صرح بها السيد رئيس اعتلاف دولة القانون السيد المالكي معارضة إيجابية لم نعارضه من أجل أن نفشله وإنما كنا ناصحين له ولغيره ممن هم في العملية السياسية وفيما يتعلق بالإطار التنسيقي من الممكن أن يمارس الإطار التنسيقي دور المعارضة في هذه الحكومة أو في أي حكومة أخرى لاحقاً ولكن ما نعترض عليه هو الخطاب الذي يسود الساحة السياسية العراقية وهو خطاب استعلائي فوقي وكأن هناك جهة ترى نفسها أنها هي صاحبة القرار في هذا البلد وهي من يمكنها أن تزيح هذه الكتلة وهذه الجهة السياسية أو ترضى وتأتي بتلك الكتلة السياسية إلى جانبها والحقيقة أن هذا الخطاب لا ينسجل مع الأداء السياسي لأن البلد هو لكل العراقيين وكل الكتلة السياسية يجب أن يكونوا شركاء ويلتقوا على طاولة حوار واحدة لمناقشة القضايا الخلافية بينهم نعم القياد في الإطار التنسيقي عباس المالكي شكراً جزيلاً لك صحياً سجلت وزارة الصحة والبيئة 2477 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمسة وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وجاء في الموقف الوبائي والتنقيحي اليومي رصد أكثر من ثلاث بئة حالة شفاء تام من الفيروس فضلاً عن تلقي أكثر من عشرة آلاف شخص لقاحات مضادة للفيروس خلال يوم واحد هذا هو علاقة وزارة الصحة العراقية على الزيادة التي طرأت أخيراً على معدل الإصابة بفيروس كورونا مرجعتنا سبباً إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وذكرت الوزارة أنها تركز حالياً على زيادة أعداد الملقحين لمواجهة تأثير أي موجة لجائحة كورونا يتعرض لها البلد حالياً أو في المستقبل مشيرة إلى أن المتحور أوميكرون تكمن خطورته في سرعته وسرعة انتشاره لذا قد نشهد ارتفاع معدل الإصابات بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة بعد تسجيل إصابات مؤكدة بالمتحور أوميكرون في بغداد وأقليم كردستان ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا لتسجل قفزة مخيفة قد تنذر بكارثة صحية خلال الأيام القاعدة ما تفاصل أكثر نتابعها في هذا التقرير أوميكرون يدخل العراق والتخوف بدأ يحدق بالمواطنين بعد ارتفاع ملحوظ بمعدل الإصابات اليومية من خمسين إصابة إلى ثلاثة آلاف يوميا قفزة نوعية تنذر بخطر المتحور هناك خوف في الشارع العراقي بالنسبة الأولى من المواطنين ذو الدخل المحدود لأنهم نسبة 80% من الشعب العراقي يقتاتون على الدخل المحدود فهذا المنع التجوال رح يسبب طبعا مثل ما تعرف قطع في أرزاقهم يترتب على وزارة الصحة أنه تتخذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار هذه الموجة الجديدة أيضا هناك يترتب على المواطن الالتزام بطرق الوقاية البسيطة وهي ارتداء الكمامات تعقيم اليدين الابتعاد عن التجمعات والتباعد الاجتماعي وزارة الصحة تقول أن ارتفاع نسبة الحالات الموجبة يعد مؤشرا خطيرا ومن الممكن أن تكون هذه الموجة الوبائية أخطر من سابقاتها مع التأكيد أن الوزارة قادرة على التعامل مع الموجة الخطيرة وزارة الصحة لحد هذه اللحظة قادرة على التعامل مع هذه المستجدات الخطيرة خصوصا اليوم اللي لاحظة أن هناك زيادة واضحة بنسبة الحالات الموجبة وهذا مؤشر خطير ربما نكون مقبلين على موجة وبائية أخطر من سابقاتها لكن دائما وأبدا نؤكد على أساسيات الوقاية المشتركة الالتزام بالإجراءات الوقاية أهمها ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي وتعقيم وغسل يدهم باستمرار والأقبال على تلقى اللقاحات التي ثبت علميا وعمليا أنها تحقق وقاية حقيقية ضد أكثر من المتحور ومن ضمنها متحور أوميكرون مقابل ذلك سجلت بغداد العديد من الإصابة بين صفوف البعثات الدبلوماسية بينما أعداد الراقدين في المستشفيات الوبائية المتخصصة تزداد يوما بعد آخر ولم تدخل العراق المسحة الخاصة بكشف متحور أوميكرون حتى الآن ما يعني أن هناك العديد من الإصابات بالمتحور متسترة لم يكشف عنها من بغداد ألس يوسف قناة الفلوجة حلها كباقي المحافظات تعاني محافظة صلاح الدين من قلة المدارس واعتمادها الطينية والكارافانية منها إضافة إلى وجود أكثر من دوام أو دوامين في المدرسة ذاتها في مقابل ذلك ما زال مشروع المدارس الحديدية الجاهزة متواقفا منذ عام 2013 نتابع وصلنا إلى العام 2022 وما تزال هناك مدارس طينية وأخرى كارافانية معروفة بخطورتها على التلاميذ في محافظة صلاح الدين والكارثة الكبرى أن هذه المدارس التي تفتقر لأبسط المقومات ذات دوام ثلاثي وربعي يأتي هذا الزخم في وقت توقف فيه العمل بمشروع المدارس الحديدية منذ عام 2013 على الرغم من نسب الإنجاز المتقدمة في هذا المشروع محافظة صلاح الدين على الأموم يعني تعاني من شحة كلش كبيرة بموضوع المدارس وخاصة بالنسبة للدراسات الأولية يعني حسب ما تشدنا ندري قبل خمس سنوات تكون مشروع بناء مدارس حديدية ما نعرف هذا المشروع لين وصل ونحن نبقى فيه 22 يعني أعتقد بحدود المئة وعشرين مدرسة لحد الله لم تسلم منها ولا مدرسة وحدة يعني هاي النقاط الأساسية والجهورية بالعملية التعليمية اللي هي المنشأ يعني إذا ما يتم متابعة من قبل المسؤولين منه يتابعها أهالي الطلبة أكدوا أن الحاجة الماسة إلى المدارس تنظر بخطر كبير على مستقبل أبنائهم الذين لا يحصلون على حصصهم المدرسية بانتظام مع وجود أكثر من دوام في المدرسة ذاتها مطالبين بالإسراع في إكمال المدارس الحديدية وغيرها فلا أساس لبناء الوطن إلا بالتعليم يعني صار الهيئة 2013 لحد الآن هاي المدارس الحديدية ما تسلمت للتربية أبدا وتعرف أنت معاناتها ستطلاب عندهم يعني مثل ساني عندي أطفالي ثلاث دوامات يعني يطلعوا الصبح والظهر ثاني يوم يغيروهم يعني الطالب ما يصل البيت للليل يعني شوكي تيقرأ شوكي تيجهز يعني شوكي ترح يستوعب قالوا إذا أردت لشعب أن يتقدم ويتطور فعليك بالتعليم والصحة إلا أن الفساد ما زال يتوغل حتى وصل إلى مستقبل أبنائنا الطلبة وهو بمثابة إنذار عن حجم الكارثة التي وصل إليها التعليم في محافظة صلاح الدين من صلاح الدين عبد المنعم الويسي قناة الفلوجة بعد سنوات عجاف وضعف في الإقبال على السياحة الأثرية في العراق تشهد مدينة بابل الأثرية في هذه الأيام ازدهارا للسياحة والاستجمام ازدهار لم يقتصر على السائحين العراقين فحسب إنما كانت للأجانب حصة فيها تفاصيل أكثر نتعرف إليها في سياق تقريرنا التالي خلت مدينة بابل الأثرية من السائحين لأكثر من سنة عندما اشتاح فيروس كورونا العالم إلا أن القطيعة لم تدم طويلا إذ شهدت المدينة ومنذ إقامة مهرجان بابل حتى اليوم إقبالا واسعا من السائحين من كافة أنحاء العراق والعالم طبعا الحقيقة أول مرة نحن نجيهنا له يعني شفنا فتشيح له هنا ومنطقة إثرية نتمنى من اللي عملون بيه هنا نحافظون على هذه الآثار أحبها لأنه تمثل الطفولة أحب أطفالي دائما أجيبهم لهذا المكان بالإضافة إلى أنه هي أكيد تاريخ عراقي هي حضارة عراقية هي أقدم جزء في العالم بابل يعني انتمائنا بابل هي الانتماء العراقي المتابعون والمهتمون للحركة السياحية اعتبروا عودة السياحة الأثرية إلى بابل إنجازا ثقافيا مهما يعكس معاني كثيرة عدد السياح في تزايد سابقا ما كان العدد هذا الآن في تزايد هذا يدل على أنه الثقافة وحضارتنا ووعي الناس أيضا في حالة تزايد إنه يريد يشوف هالحالات الحلوة والإيجابية ويريد تكون كل آثارنا في كل مكان في هذه الطريقة وهذه الصورة هناك تقافى بدلت وبدلت عداد المحلين أكثر من عدد الأجانب الأجنب يعتمد على الوضع الأمني كل ما يزداد الوضع الأمني أمان يزداد عدد السواح أكثر من خمسين ألف سائح زاروا المدينة خلال العام الماضي من المفترض أنهم جميعا قد دفعوا مقابل تذاكر الدخول إلا أنها ما زالت تعاني من نواقص كثيرة فالمطاعم ومحال التسوق والمرافق السياحية والصحية غير متوفرة للسائحين لغاية الآن من باب المشاهدين نصل إلى طيئة أوراق حصاد اليوم ونذكر بأبرز عنوين بعد ليلة متوترة قوات الجيش تنتشر في سنجار والأهالي يطالبون بطرد الجماعات الخارجة عن القانون الإطار يساعد لجولة مفاوضات حاسمة مع الطيار ويكشف عن مساعي جديدة لتوحيد البيت الشعي في البرلمان رئاسة الجمهورية لم تحسن بعد اليكتي يؤكد متمسكون بالمنصب والبارتي يرد زيباري سيمر بأريحية في البرلمان العراق يسجل قفزة مقلقة بإصابة كورونا والصحة تحذر من الموجة الرابعة ستكون أخطر وأشد صلاح الدين تغفو على كارثة تعليمية المدارس الطينية والكارفانية تغص بالطلبة والمشاريع الحديدية متلكة النشرة انتهت للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة البيت شكرا لتباقي متابعة واللقاء إلى اللقاء